بس انتي مش موجودة خالص على السوشال ميديا يعني انا بحس ان كل الفنانين النهاردة عشان يثبتوا وجودهم حتى على فكرة لو هم نومبر ون حتى لو هم بطولات طول الوقت ولكن هما دايما السوشال ميديا بقيت يعني جزء أساسي من حياتهم ومن شهرتهم ومن حب النسليهم ومن تواجدهم حتى في كل البيوت انتي ليه مش موجودة خالص؟ انا عندي مشكلة مع الموضوع ده انا عندي مشكلة انا السوشال ميديا بتعملي حسية زي ما بيقولوا مش بحب اصلي انا ما عنديش حاجة انا مش في ستوديو ما عنديش تصوير ما عنديش حاجة اني اشارك الناس فيها انا ما بحبش حياتي الخاصة تبقى مفتوحة قوي يعني على السوشال ميديا يعني انزل اتحرك لا بحب تبقى حاجة يعني اللي انا بعمله يبقى فيه خصوصية ليا فمش كل ما هتحرك هقعد اصور نفسي وادخل مع الناس انا مش بحب ده مش فكرة اني تشاركي الناس بكل الحاجات وستوري وكذا مش بعرف اعمل مش يعني انا بانسة ان معايا موبايل يعني انا ساعات كتير ممكن موبايل يرن كتير قوي وانا مش داريانة انه يعني بانسة بالتلات اربع ساعات ممكن مركزش ان معايا موبايل فيدي بس فيه فانا نيت كتير النهاردة بقوا يهتموا حتى بفكرة الاوتفت يعني انا لبسة ايه فانا ممكن اصور نفسي صورة حلوة او الناس تكتبلي كومنتز حاجاتي برضو بتفرح مش بعرف اعمل ده ومش بحب اعمل ده يعني انا بحب لما يعني لو عندي حاجة اقولها اه ممكن اعمل كده يعني لو في حاجة مفيدة اعملها اه عشان حد يعمل زي مثلا او حد لكن عشان لبسة او علشان عاملة حاجة او اخد رأي الناس في حاجة مش مش بحسها انه يعني ممكن تغير اي حاجة فيه او ممكن تعملي حاجة جديدة او تأثر مع الناس او تزود حب الناس لها بلعك هي هي فلا اعمل عمل او اعمل حاجة مفيدة احسن ما اني اضيع وقتي في ان انا بصور نفسي انا نزل المول انا بتمشى في الشارع انا مسافرة انا مش عارفة فين يعني احنا في وقت دلقتي الناس موجوعة كلها يعني مش هيستنوني انا اصلا مش عارفة فين اصلا مش عارفة فين اصلا بعمل كذا انا بعمل كذا ما مش بقدر انا بداي لما بلاقي ده كتير طب اي رأيك في الفنانات اللي يعني خلينا نقول انه ده يعني الزمن بتاعنا ده هو زمن السوشال ميديا للأسف ده حقيقة واللي مش موجود على السوشال ميديا هو مش موجود يعني الناس بتبدأ تنساه ما بتفتكروش قليلين جدا اللي ما بيهتموش بالسوشال ميديا زي ما انتي بتقولي ولكن فيه فنانات كتيرة جدا 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 على طول قرراش ساعة متواجدين وعايز اقولك متواجدين على السوشال ميديا مزبوط أربراش ساعة هم متواجدين بأعمال مزبوط بكتير ولكن هم برضو الناس فاكريهم طول الوقت بصي أنا عايزة أقولك حاجة أنا بجد أنا بحس في الحتة دي أنا ربنا بيحبني بجد أنا بقالي فترة مختفية لكن صدقيني أول ما بنزل أو بخرج الناس في الشارع أو في أي حتة انتي فين مختفية ليه مش شايفين لك شغل ليه وليه مش موجودة ده بالنسبالي أحلى مليون مرة من أنه الناس ذهقانا مني على السوشال ميديا أنا بحب بوحش الناس يعني تبقى عندي بحس بمحبة الناس بدا لكن أنا لما بقى ليه لنهار ده أنا ممكن أنا شفت ناس الفنان معدي احنا طول النهار شايفينه ليه لنهار كمان أنا مين من أكتر الفنانات اللي بتشوفين هم هم مهتمين بفكرة السوشال ميديا والتصوير لا كتير لا ناس كتيرة قوي فيه ناس ده فيه ناس أساسا بلوجر بس عشان ايه بس خطيبالك البلوجرز ده شغلهم يعني هم شغلهم مبني على فكرة السوشال ميديا والدعاية ما هي دي بقت موضة ولكن الفنانات مين من الفنانات اللي دايما بتشوفي فنانين أو فنانات يعني إن هم مهتمين بفكرة السوشال ميديا والتصوير وأنا لبسة كذا أو أنا شكلي كذا أو رايح إيفنت معين فبتصور في الإيفنت دي مفيش مشكلة ده طبيعي عشان الناس تشوفوا إنما في العادي لكن في العادي أنا نازلة أنا خارجة أنا مسافرة أنا رايحة أنا جاية دي يعني الناس برضو فيه إحساس بالناس اللي بيحبوكي إنه يعني بنراحة عليهم شوي يعني بنراحة أنا مش بعرف عملت كده فيه ناس بيحبو الحاجات دي والناس بتحب تتفرج وتعرف بيعملو إيه بالزاف أنا مش كانوا من متابعة الجمهور يعني فكرة أنت معاردة بدل ما تروحي برنامج وتعادي تتكلمي ممكن تعادي مع الناس لأ أنا أجي وقعد معاكي وأتكلم معاكي أحسن لي طب قوليني قوليني يا جي جي أنت يعني شخص مجامل أنت بتعرفي تجاملي أو اللي في قلبك على لسانك بصي أنا عندي مشكلة في الموضوع ده أنا بقى يعني ناس كتيرة قوي بتزعل مني أن أنا بقولي في قلبي يعني مش مجاملة أه وبعدين لما ما بحبش حد بيباني علي على طول يعني بتعامل معاكي يعني عشان أعدي الوقت بس باين أنه مش مرتاحة ومش تبسوكة مش قادرة تعامل معاكي أو قادرة تعامل معاكي يا دا يا دا أه بس تيعرف أنا لاحظت دا في إيه شفتلك مرة برنامج كده وانت قاعدة بيت تتكلمي برضو بعفوية زي ما أنت قاعدة معاكي بتتكلمي بعفوية وجات سيرة الفنانة ياسمين صبري والله وانت قاعدة يا جماعة أنا يعني بما معنى أنه أنا بذهق من فكرة أنها طول الوقت بتتصور وطول الوقت بتشارك الناس يعني صورها وأنا لابسة كذا وأنا عاملة كذا بس عايز أقولك أن دا جزء كبير من يعني أن الفنان يشارك الجمهور حياته أيها بس في حاجات معينة تبقى أوفر إيش معنى ياسمين صبري اللي أنت علقتي علينا لا أصلها أنا تسألت تسألت بالإسم أه بالإسم فأنا قلت لهم يعني تسألت عن كذا إسم فأنا قلت أنا أنا يعني من الناس دي كلها أنا شايفة أنه أحسن حد فيهم في الدينة الشربيني وإنه ياسمين لأ ياسمين أمر وشكلي جنن ومودل تحفة وأيكونة جمال فعلا يعني حد حلوة قوي بس أنا ما شفتش دور قلت واو علي دا حقي أني أنا أقول أيوة لا ما رأيك يعني أني تشايفها كمودل بس مش ممثلة أنا عاديش مشكلة لا هي ممثلة مش جمدة كلنا كنا مش جمدين بس أنا شايفة أنه هو هو شغلاء من أول عمل لغاية آخر حاجة عاملاها هي هي بس هي أعتقد أن هي بتشتغل على نفسها يعني هي عملت مثلا طريقي النهاردة هي بتعمل بطولات عملت حكايتي وعملت أكتر من مسلسل أعتقد أن ياسمين صبري بدأت تشتغل على نفسها يا رب بتكون يا رب يعني دي أمية أوه بتمنالها بجد أنها تبقى حد جاء يعني زي ما هي على السوشل ميديا وزي ما هي يعني متابعينها كتير وعايشة معاهم حالة دائمة مستمرة على فكرة أنا عاملالها فولو أصلا يعني كل لمعجبين لمعجبين لا أنت أنا بحب شكلها بحبها يعني ما ببصرها ببقى ببتسب ببحك يعني ببقى سعيدة حد حلوة أنا بحب الحلوة يعني ده مش بس التمثيل انت شايفة ومفيش موهبة في التمثيل مش شايفها يعني مش شايفها طب مين رأيي لا طبعا رأيي انت حرة فيه ناس تانية بتشوفها هي بمسر كويسة وانا مش كويسة لولا بسي لولا اختلاف الأزواج بالضبط يعني كل واحد ليه رأيه ورأيه يحطر أكيد طيب مين تاني من الفنانات اللي انت شايفة ان هم موجودين على الساحة ومش محققين حاجة أو بياخدوا أدوار وهم ما يستحقوش الأدوار دي لا بصي أصلا بياخدوا أدوار أصلا تبقى كتير قوي زي مين يعني أنا فيه أسامي أنا فيه بجد يعني أنا أسفة بس فيه أسامي كتير أنا مش حافظاهم مش فاكريهم مش حافظاهم لأن وجوه كلها جديدة بس شفتها يعني في رمضان مثلا في أربع خمس مسلسلات ست مسلسلات بس بعد أسألهم بعد أسأل كل اللي حوالي من صحابي يعني بقول لهم لأنه ده طبيعي أنه نحن نتفرجش على التترات طبيعي أنت تتفرج على الرجل بتعدي التترات عشان تتخطي المقدرة وتتفرج على حال ألف ساحة والناس اللي بتمثلها ففيه هو بس سريد غزبا عنك مبتعرفيش منهم لو محدش عارف الاسم أنا فيه أساعات بلاقي الكل أنت بتسألين أحنا